بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يسرني ويسعدني وشاكرا ومقدرا لقناة زاد التي منحتني الفرصة لا أظهر على المشاهدين وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا عليهم وأرجو أن يحصلوا على ما يريدون من هذه المعلومات البسيطة لأن الوقت لا يناسبنا على أن نقول كل ما بجعبتنا الحياة التي مريت بها مريت بعدة مراحل فأول مرحلة تخرجت من مدرسة بني سالم الابتدائية عام 76 ثم التحقت بمعهد بني ضبيان معهد المعلمين الذي يتخصص في تخريج المعلمين ورجعت ودرست في بني سالم عدة سنوات وأحمد الله أنني أبنائي الذين درستهم منهم من يحمل الدكتوراه ومنهم من يحمل كل مجالات العلم التي يحتاجها البلد طبعا أثناء الدراسة في مدرسة بني سالم كنت أشاهد جيولوجيين أمريكان وفرنسيين ياتون إلى المنطقة وياتون وهم بطائرات هولوكوبتر جذبني عملهم وشاهدت أنه لا يوجد أي سعودي بينهم فبديت أفكر اجتذبني العمل على أساس أن أكون في المستقبل ضمن هؤلاء الذين يبحثون عن ثروات الثروات المعدنية في المنطقة وفي المملكة فعملت في الثروة المعدنية وقمت بعملية دراسة للمعادن والخرائط الجيولوجية والخرائط الجغرافية وعملت في بعض السنوات إلى خمس أشهر وكان ذلك العمل كله في الحقل وكان عمل قاسي ولكنني كنت أرغب وكنت متلذد بذلك العمل لأن في فائدة للوطن ولأنها رغبة شخصية مني جعلتني أن أضحي حتى بوظيفتي حينما كنت مدرسا وصدر في ذلك الوقت قرارين قرار بفصلي وقرار بقبول استقالتي لأنه من وزارة المعارف وكله تضحية على أساس نتخصص في هذا التخصص الذي يفيد الوطن والذي جذبني لعدم وجود سعوديين فيه فكنت طموح إلى أن أعمل لبلدي وأن أخصص وقتي لخدمة هذا الوطن فقمت بأعمال كثيرة في الثروة المعدنية شاركت في الاستكسافات المعدنية شاركت في الجيولوجية شاركت في المخاطر الجيولوجية شاركت مع الدفاع المدني ومع عدة أقسام في عملية تقارير للمخاطر الجيولوجية لأن الدفاع المدني يحتاجها في ذلك الوقت فكنت والحمد لله مستمرا في عملي باذلا جهد رغم صعوبته ولكنني كنت أتلذذ به لأنه فيه راحة نفسية وفيه إطمينان أن منه فائلة للوطن والمواطن فلذلك استمريت في الثروة المعدنية وحقق لي أن أسافر وأزور عدة مناجم في استراليا وفي أمريكا وفي المغرب وشاركت الجيولوجيين وأستمتعنا بخبراتهم وكان لذلك صقل لشخصية والعلم والاكتساب الخبرات التي هما سبقون إليها والحمد لله كان لمشاركات في عملية الميزانية ميزانية أو الخطط الخمسية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية حقيقة وكالة الوزارة للثروة المعدنية قامت بعمل جبار في كافة حال المملكة لأن الذين كانوا يقومون بالعمل هما البعثات بعثة الفرنسية البعثة الأمريكية البعثة القندية البعثة اليابانية عدة بعثات ولكننا حينما بدأنا سعودين استكسر حاولنا أننا ندخل معهم ونتعلم حتى أن نحل محلهم وبفضل من الله الدرع العربي غطي بالخرائط الجلوجية من كل الأحجام واحد إلى خمسين ألف واحد إلى مئة ألف واحد إلى مئتين وخمسين ألف واحد إلى خمسمائة ألف هذه المملكة العربية السعودية مغطاه بكل أنواع الخرائط الجلوجية وهذا مما يساعد أي شخص أو أي مستثمر أن يحصل على المعلومات الأساسية ثم يبدأ هو في التقويم وبداية الإنتاج والمملكة العربية السعودية حباه الله بثروات عظيمة وهذه إن شاء الله دعوة أبونا إبراهيم والله دروس كثيرة تعلمت من هذا المجال أنه الصبر والاتكال على الله والمثابرة تحقق ما يتمنىها الإنسان لقد عانيت كثيرا من ناحية الابتعاد عن الأهل ولكنني كنت أتلذذ بما أقوم به من عمل لصعوبة هذا العمل ولأنه مهم جدا وإذا كنا لا نسعى إلى مصلحة الوطن فمن يسعى لها فلذلك فتعلمت إن الصبر طيب وإذا كان عندك طموح وأردت أن تحققه فيجب أن تكون صادقا مع نفسك وأن لا تذهب إلى تخصص لا تريده أنا كما ذكرت لك أنني يعني تركت وظيفتي على هساس هذا العلم والحمد لله حققته ولذلك تخصصت في الدكتوراه في المعادن وأخترت بحث كان الأول والحمد لله في الشرق الأوسط والثاني في العالم وهو عن موضوع مجموعة البلاتين وهذه المجموعة هي أغلى عناصر موجودة على وجه الأرض لأنها تتميز بصفاتها أغلى من الذهب حتى أنني كنت أريد أن أتخصص في الذهب ولكن الذهب حصل أني يعني زي ما تقول كان فيه معلومات عنه وفي بعض من كان لا يريد النجاح للآخرين أراد أن يمنحه لشخص آخر فكنت عنيدا فخصصت في موضوع كان هو عن البلاتين التي لا كان يوجد لها أي مرجع في السعودية فلذلك تعلمت الكثير والكثير وتعلمت من رحلاتي خارج المملكة تعلمت كيف أعمل عملت في أستراليا لمدة ثلاثة أشهر كنت ممثلا عن المملكة العربية السعودية لأنه بعثوا إلينا جلوجيين في المملكة الشاركون في العمل وكان علينا باتفاكية أيامها من وزير البترول أن نذهب إليهم لنعمل معهم لنشاركهم الخبرة كما شاركونا خبراتهم شاركناهم خبراتنا وعملت معهم والحمد لله وكنا نلاقي الاحترام الكامل لا لشخصنا ولكن لعملنا فأثر فيها أنا ذكرت في البداية لكنني ما أعطيت أنا قلت لك كنت مدرس وتعرف المدرس أيام 82 هجري كان يعتبر هاما وقاما وكان يعني بيأخذ راتب فقلت له كان بيجينا جيولوجيين كلهم أمريكان كان في البداية أمريكان وفرنسيين وكنديين فكانوا بيجيون المنطقة وبيجيون بالهولوكوبتر وبينزلون فلفت انتباهي هذا العمل وحبيته فلذلك قررت أنني لازم أصل إلى ما وصل إلي هؤلاء الأشخاص فقررت أني لازم أواصل دراستي فكنت أواصلها بالانتساب حتى حصلت زي ما شرحت أول على الثانوية العامة ثم غادرت إلى الرياض من أجل الانتساب لأنه إدارة التعليم وابن خالي الله يرحم الأستاذ فيصل بن سعيد بن سقر الذي كان هاما وقاما وكان مدير المدرسة كانوا ينصحون بأنه يعني زي ما تقول لا يفرط الواحد في وظيفته ومن محبة ولكنني حاولت أنني أتخصص في هذا التخصص ففعلا أوفيت بما قلت وصدر قلت لقرارين قرار استقالة وقرار لأنني لما قبلت في الرياض قدمت استقالتي للوكيل الوزارة ولما تأخرت هنا في المنطقة كتبوا عني أني متغيب فصدر قرارين فتركت القرار حتى آخر سنة ثم عدلته فلذلك والدي الله يرحمهم وأخواني كما ذكرت كانوا يدفعوني إلى أنني أعمل في العمل الذي أريده وكانوا يشجعوني فلذلك كان لهم أثر طيب أنصح الجيل الناشي بالمثابرة على العلم والتعلم أنصحهم أن يجدوا ويجتهدوا أنصحهم أن يكونوا مخلصين لواطنهم وأنصحهم أن لا يتخصصوا إلا في التخصص الذي يريدونه لأنه لا يمكن أن يبدع في تخصص لا يريده وأنصح أولياء أمورهم أن لا يجبروهم حينما يتخرجوا من الثانوية أن يروحوا إلى مجالات ليس لهم رغبة فيها فلن يحققوا النجاح أدعموهم وأنصحوهم ووجهوهم واتركوا لهم حرية الاختيار حتى أنهم إذا فشلوا يتحملوا مسؤوليتهم ولكنني واثق كل الثقة أنهم إذا أختاروا التخصص الذي يريدونه فإنهم بإذن الله سوف يحققون النجاح تألق في السماء فأنت ناجمون تألق واطل بالمجد العليا تألق أنت في العلياء نسر تعيش مصافحا كفت ثريا